اشتركوا في القناة طبعا نتيجة اللي انتهزيت الخرصانة مظبوط الخليط بتاع الخلطة كانت بتخلط الخرصانة بطريقة صحيحة فما قدتش الى تكسير السوكة طبعا هنا هتشوفوا الزرجين بتاعتي دي طبعا لازم بتتشال بعد كده بالساروخ وبيتجوف حواليها وبتبدأ تتعالج بجراوة مادة خاصة عشان طبعا الصدى ما يخشش جوه حديد العمود ويقديلك الى مشاكل زي ما احنا شايفين العمود ما شاء الله مظبوط لازم تتأكد برضو الارتفاع العمود مظبوط قبل ما تصب عشان ما تيجي تخش بالسقف بتاعك ما يبقاش العمود مخترق السقف وتضطر انك تكسر فيه فلازم تتأكد من النجار مظبوط ان العمود ما فيش اي مشاكل فيه طبعا انت بعد ما بتفك الاعمدة لازم بعد كده بتعالجها طبعا عن طريق الرش الدايم طبعا يفضل انك بتحط خيش او بتلف خيش على العمود عشان ما تيجي ترش مية على الخيش يفضل الرطوبة بتاعة العمود فيه وبالتالي بساعد على تفاعل الخرصانة باستمرار بشي المية تنشف سريعا يعني فهو الهدف من الخيش اللي هو بيخلي العمود رطب زي ما بقوله بمدة اكتر وبالتالي التفاعل بتاع الخرصانة عشان يديك اقصى اجهاد للخرصانة بتاعك ويطلع الخرصانة بتاعتك ما فيش اي مشاكل فيها برضو لازم تتأكد من طول الاشارة بتاعتك ما فيش اي مشاكل فيها برضو ضروري جدا برضو تتأكد بعد ما يفوك ان العمود ما فيش اي ميلان فيه بيسمح بتفاوض بسيط بس في المتر للعمود زي ما احنا شايفين هالسوكة ما شاء الله نظيفة ما فيش اي مشاكل فيها نتيجة الهز المزبوط زي ما احنا قلنا الشكل الخرصانة حتى فيه تجانس في الخرصانة بعد ما تفوك طبعا بالرش او عمل معالجة للاعمدة بتبدأ برضو بتسمى زي ما احنا قلنا انك توزن العمود كل العمود يتفاك بتبدأ تشوفه من اليمين ومن ضرب العمود اللي ما فيش اي ميلان فيه وبالتالي تكون خلصت مرحلة مهمة جدا اللي هي اعمدة طبعا ده في احدى المواقع عندنا فان شاء الله برضو هنتابع الاسقوف هنتابع البقية العناصر الانشائية ولو في اي استفسار او اي سؤال لا تتردد انك تبعتلي وانا تحت امرك في اي شيء وفي اي استفسار والله يجي بالخير كل سلام الطيبين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة